في العراق أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية أحبطت عمليات تسلل لعناصر إرهابية قادمة من الجانب السوري وذلك باتجاه الأراضي العراقية في منطقة حدودية غرب جبل سينجار وفي الوقت ذاته وجهت قيادة العمليات المشتركة العراقية قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والإسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطاعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية في سياق متصل ألقى الجيش العراقي القبض على عنصرين إرهابيين خلال عمليتين نوعيتين في بغداد والأنبار